هم آطاحوا بجنرال كان يسموه كمان عبد الرحمن كان قائد من ناحية العسكرية الثانية قالوا لي أنه كان بعدين اكتشفوا أنه مشرف على موج الحشيش اللي يجي من المغرب فقط مشرف على الهروين والكوكاين هذه كانت قبل 15 سنة وصرت معركة كبيرة داخل النظام وتمت الإطاحة به في النهاية وهو جنرال تعمل خابرات ثم حولوه إلى قائد ناحية العسكرية الثانية كمان عبد الرحمن هؤلاء الآن أولاده عنده أملاك ضخمة في سيدي يحيا وفي أموال دي بيجوتي والناس هم يعرفوهم وامثلة كثيرة جدا بنويرا في شهادته الأخيرة أنه شنغريحة شخصيا كان يخلي لباسير لأنه يعطوله حقه هو اللي معاه وأنه القيد صالح قال لنا بنويرا أن القيد صالح اعتقل 31 عقيد من عقدات دي السياسة المخابرات العسكرية وعقدات